سيد ذاود هل غيرت شهادة الحسين رضي الله عنه من أهمية هذا الشهر لقد كان هذا الشهر ذات أهمية قبل الإسلام وبعده أيضا إلا أنه الآن أنيط بحادث أليم ومأساة محزنة مفجعة جدا إذ أن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم قدست شهد من قبل الذين يدعون بهبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فمقتله هذا كما قال حضرته وصفه فعلا يقول على قتل تحاثون أما والله لا تقتلون بعد عبدا من عباد الله اللہ أسخط عليكم لقتله مني وآئم الله إني لا أرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم جنتقم لي منكم من حيث لا تشعرون أما والله إلا قد قتلتموني لقد ألق الله بعثكم بينكم وصفق دمائكم ثم لا يرضى لكم حتى يضائف لكم العذاب العليم وهذا ما حدث بعده فعلا أننا نرى الآن مسلمين في صفق دمائي كل واحد منهم سيدنا المسيح الموت عليه السلام قال إِنَّ لِلَّهِ تُرُقُهُ لِلْإِنتَقَامِ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَكَمَا قَالَ أَلِمَا مُسَيْنَ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عنهُ إِنَّ اللَّهَ تَعْلُ سَيَنْتَقِمُ الْإِسْتِشْحَادِ فَقَدْ إِنْتَقَمَ اللَّهُ تَعْلَىٰ بِنَفْسِهِ وَأَحْرَزَ جَزِيدَ نَجَاحًا مُوْقَتًا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ أَلْيَوْمْ يَذْكُرُ جَزِيدُ بِسَبَبِ سُمَعْتِهِ الطَّيِّبَةِ إِذْ لَوْ كَانَ يُذْكَرْ بِسَبَبِ سُمَعْتِهِ الطَّيِّبَةِ لَسَمَّا الْمُسْلِمُونَ أَوْلَادَهُمْ عَلَىٰ إِسْمِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرْضَى الْيَوْمْ أَحَدٌ أَنْ يُسَمِّيَ عَبْنَهُ عَلَى إِسْمِ جَزِيدُ وَلَا يَذْكَرْهُ إِلَّا بِاسْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِهِ الْمَسِيحِ الْمَعْتِ الْمَعْتِ الْسَلَامِ لَا وَهُوَ جَزِيدُ النَّجِسِ لَقَدْ ضَحَّى الْإِمَامُ حُسَيْنِ بِنَفْسِهِ لِهَدَفْ نَبِيلِ لَمْ يَكُنْ حَدْرَتُهُ يَبْغِي الْمُلْكِ بَلْ كَانَ يُرِيدَ يُقِيمَ الْحَقَّ فَقَدْ أَنْجَزَ مَا أَرَادِ لَقَدْ شَرَحَ سَيْدْنَا الْمُسْلِحِ الْمَعْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ وَتَعَلَانَهُ هذا الامر شرح نظيماً إذ قال إن الأصل الذي وقف الإمام الحسين مويداً له هو أن انتخاب الخلافة حق لأهل البلد والجماعة هذا رائع جداً وآم نقطة من هذه الشهادة ممكن تعيدها أستاذ داود يقول سيدنا المسلحة المعود رضي الله تعالى عنه إن الأصل الذي وقف الإمام حسين مويداً له هو أن انتخاب الخلافة حق لأهل البلد والجماعة ولا يمكن أن يتوارث أحد هذا اللقاء من والده وهذا الأصل مقدس الجوم أيضاً كما كان مقدس في ذاك الوقت ويقول حضرته بل إن استشهاد الإمام حسين قد أبرز هذا الأصل أكثر من ذي قبل فكان الإمام حسين رضي الله تعالى عنه هو الناجح في الحقيقة لا جزيد سمنظروا كيف انتقام الله تعالى من جزيد انتقاماً شديداً؟ يقول سيدنا المسلحة المعود رضي الله تعالى عنه في كتاب الخلافة الراشد وهذا الحدث رائع جداً يخبر ما قاله سيدنا إمام حسين وسيدنا المسيح المعود رضي الله تعالى عنه ويقول يذكر في التاريخ أنه بعد موت جزيد تولى الحكم ابنه معاوية فأخذ البيئة من الناس ثم دخل بيته ولم يخرج منه طلعت أربعين يوماً ثم خرج جوماً وقام على المنبر وقال لناس لقد أخذت البيئة منكم ولكن ليس لأنني أعدو نفسي أهلاً لها بل لأنني ما أردتو أن يتفرق شملكم وبقيتو في البيت طوال هذه الفترة أفكروا في من هو جزيد بأخذ البيئة فيكم حتى أسلموا إليكم هذه الأمارة وتبرعوا من هذمتي ولكن بعد تفكير العميق لم أجد فيكم أحداً لذلك يا أيها الناس اعلموا أنني لاست أهلاً لهذا المنسب وأريد أن أقول أيضاً أن أبي وجده أيضاً لم يكونا أهلاً له هذه شهادة من قبل ابن يزيد لأبيه وجده وقال وأريد أن أقول أيضاً أن أبي وجده أيضاً لم يكونا أهلاً له إذ كان أبي أقل درجة من الحسين وقال والده أقل درجة من والد الحسن والحسين وقال علي يستحق الخلافة وقال الحسن والحسين بعده أحق بالخلافة من جد وابي لذلك فإني تركت الأمر إليكم سيقول سيدنا المسلح موض رضي الله تعالى لاحظو كيف صفع الابن بأقواله هذه وجه أبيه ووجده لأنه قانا يخاف الله وقانا يتحل بشئ من التقوى ولا غرابة في أن يولد لدى أهل الدنيا من يحبون الحق والحقق ويرعون العدل والانصاف يقول على أية حال قال معاوية بن جزید ولو عليكم من يصلح لكم وقانت امه تسمع كلمته وراء الحجاب فلما سامعت كلماته هذه قالت يا أي الشقي لقد ألقت بكلماتك هذه وسمة عارن على أسرتك ومرقت شرفها في التراب فرد عليها قالا لقد قلت الحق ولا أبالي بما تصفونني بعدا ثم رجع إلى البيت وبقع فيه حتى وافت المنية خلال أيام قلل فما آذم هذه شعادة التي أفادت أنه ابن جزید لم يكن موافقاً على خلافته أبيه ناہي كان الناس الآخرين فنتعلم من استشهاد امام الحسين هناك دروس وعبر كثيرة سوف نتقلم بعده انشاء الله